اكد سعدة السيد عدل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن التجربة البحرينية الرائدة والمتقدمة في مجال تحقيق العدالة الناجزة تأتي تطبيقا لرؤية السامية لجلالة الملك المفدى بشأن تطوير منظومة القضاء وضرورة مواكبة مستجدات العصر العسومي أشار إلى توسع مملكة البحرين في تطبيق آلية التحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية للمحاكم بدءا من رفع الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام فضلا عن تطبيق تجربة التقاضي الإلكتروني وتشكيل لجنة لتوحيد المبادئ القضائية للقضاء كما أثنى رئيس البرلمان العربي على الجهود الحثيثة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز كفاءة النظام القضائي لضمان العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون بين الأفراد ما جعل منظمة العدالة في المملكة نموذجا يحتذا به عربيا وأقليميا وعالميا جاء ذلك خلال افتتاح رئيس البرلمان العربي أعمال الملتقى القانونية الدولي حول العدالة الناجزة بين الواقع والمأمول حيث أكد أن تحقيق العدالة الناجزة على أرض الواقع يتطلب وجود قواعد مرنة وبسيطة في تنظيم إجراءات التقاضي فضلا عن ضرورة الاستفادة من التحاولة الرقمية في مجال تقنية المعلومات وتوظيف ما تتيحه من آليات مستحدثة في خدمة العدالة الرقمية الحقيقة أن هذه التطورات الملموسة في منظومة العدالة الناجزة في مملكة البحرين تأتي تطبيقا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظ الله ورعاه بشأن ضرورة مواكبة مستجدات العصر لدعم التحول الرقمي والجهود الحثيثة لصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل أهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه لترجمة هذه الرؤية الملكية المستنيرة على أرض الواقع وتعزيز كفاءة النظام القضائي للضمان العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون بين الأفراد مما جعل منظومة العدالة في مملكة البحرين نموذجا يحتذابه عربيا وأغلبيا ودوليا ترجمة نانسي قنقر